يمكن يعني شفنا في الحقيقة الفترة اللي فاتت كثير من المبادرات والمشاريع اللي انطلقت خلال الفترة الأخيرة وتبنتها هيئات ومؤسسات هدفها الأول هو التوعية بمخاطر الانبعاثات المتسببة في التغيرات المناخية وأهمية أن يكون عندنا مساحات خضراء ونتخلص من خلالها من جزء كبير من العوادم والتلوث احنا بنشوف الحرائق اللي بتتعرض لها الغابات في جميع أنحاء العالم طبعا في فترة الصيف ففي مبادرات مهمة جدا للزراعة وانحنا نبتدي نزرع مرة تانية يا مصطفى عشان نتخلص من الانبعاثات المسببة للتغير المناخية يعني لو سألتني يعني المجتمع المدني مفروض يعمل ايه؟ أنا مش شايف في دور للمجتمع المدني أو للمنظمات الأهلية أفضل من الدور ده حقيقة إن هي فعلا بجد تواعي الناس لحاجة زي دي يعني بصوا أوروبا عاملة ازاي؟ وانتوا تفهموا ما فيش حد مش زارع فبلكنتو الأسطح كلها خضراء حتى لو المدينة كلها مباني اللون الأخضر بيضغى على كل حاجة من ضمن المبادرات اللي بتكلم عليها دي مبادرة اسمها ازرع شجرة المبادرة دي من خلالها بقى عندنا أول مدرسة تعليمية تواعي وتعلم كيفية زراعة المسطحات كيفية عمل مشاريع ناشئة من أشجار زي أشجار المورينجا يبقى أيضا لها مردود اقتصادي لست البيت اللي قاعدة في المنزل للشباب اللي عايز يشتغل يعني إحنا بنتكلم إن إحنا بنضرب عصفرين بحقر مش بس بنوعي ومش بس بنزرع أيضا ممكن نستفيد مدينة من هذا الأمر رحبوا معنا بهذه المبادرة وبصاحبها الأستاذ نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ازرع شجرة اللي هتكلمنا عنها وهتكلمنا عن تفاصيل المبادرة أهلا بك أستاذ نبيل أهلا بحضراتكم وصباح الخير وصباح الأمل والتفاول على كل المصريين صباح الخير على حضرتك عارف يعني إحنا صغيرين يا مصطفى بس خلينا أقول لك يا أستاذ نبيل وإحنا صغيرين كان فيه حصة كده اسمها الزراعة فكنا يا مصطفى كنا بنتعلم فيها إزاي نزرع في المدرسة أنا معرفش يسا موجودة مهم إن إحنا نزرع في ده في الأطفال منهما صغيرين عشان كنا بنرجع البيت عايزين نعمل التجربة دي كنا بنسميها تجربة إن إحنا نرجع نحط بزرة الفول في القطن ونسقيها كل يوم بالمية عشان نشوفها قدامنا عاملة إزاي النهاردة إحنا بنشوف ده يعني هل الأطفال بتعلموا ده هل يعني قادرين يعرفوا في فوائد الزراعي وعرفوا إن حاجة زي المورينجا دي لها فوائد كتير جدا على الأعصاب وعلى البشرة وعلى التخصيص وللسكر إيه الفايدة من المورينجا وإزاي نقدر نحقق الفايدة منها ونكسب منها الأول بنقول إحنا بنزرع الخير والأمل في أطفالنا بنزرع حب الحياة والأمل بنزرع الانتماء لهذا البلد العظيم دور الزراعة هي مهمة جدا جدا في إن كل طفل حتى عندنا في إزرع الشجر عاملين مبادرة الطفل الأخضر طفل أخضر صديق للبيئة طفل أخضر في سلوكه في توجهه في إنه هو يتعلم ويكتسب مهارات إبداعية مهمة تليد بإنه ده الطفل المصري فبداية المجتمع المدني هو له دور سنيد للدولة المصرية ومش كلنا هنشتغل في حاجة واحدة مش كلنا هنقدر نسدد احتياجات اجتماعية للناس من مساعدات إنسانية بتقدم للمجتمع المدني لكن احنا أخذنا خط اتفردنا به وتميزنا به هو أن احنا نعلم الناس الزراعة نعلم الناس إزاي يزرعوا نوعي الناس بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وكل طفل أو شاب أو امرأة نتوجه لهم ببرامج مختلفة تتناسب مع أعمارهم ومع توجهاتهم صحيح طب قولنا حركة بتقول أنك عامل مدرسة المدرسة دي بتعمل إيه بالزبط؟ المدرسة بدون حوائط خرصانية كويس بدون أي تكلفة أونلاين يعني؟ هي كل عفوا يعني كل خرابة كل مساحة كبيرة فيها مخلفات وردش وفيها آسف في اللفظ الزبالة تتحول تتنظف وتتعامل منطقة خضراء وسط القتلة السكنية ونعلم فيها أطفالنا مهارات إبداعية زي رسمه موسيقى وزراعة ونعلم فيها شبابنا مشروعات ريادة الأعمال وإزاي يقدر يبقى شاب ناجح وعنده مشروعات خضراء ونضرب فيها السيدات المعيلات وتمكنهم على أرض الواقع من مشروعات تدر ليهم عائد باد كبير فالمقصود بالمدرسة هي مكان بنعلم فيه الناس وبنوعي فيه على المهارات اللي احنا بنقدم طيب بتعملوا ده ازاي؟ هل بتلجأوا لأهل المنطقة مثلا تقولوا لهم تعالوا احنا عايزين نعلمكم حاجة جديدة تقدروا أن تكسبوا منها فلوس تعالوا ساعدونا ننظف المنطقة دي ونزرعها مين اللي بيزرع المناطق دي؟ احنا عملنا تجربة رائدة في القاهرة عاصمة في منطقة حدايا الأوبة بالتحديد أخذنا حوالي مساحة فدان كان أكبر منطقة تجمل المخلفات والرواقد ونظفنا المكان وعملنا أول مدرسة بيئية في مصر والشرق الأوسط على مساحة الفدان اللي أرباح تلاف ومتين متر بدأنا بمتطوعين خمس متطوعين انتهينا بمية وسبعين متطوعين من أهل المنطقة من أهالي المنطقة من شباب وسيدات ومتطوعين عدنا من يوم واحد تلاتة الفين وستاشر ليوم واحد ستة تلات شهور تسعين يوم تسعين يوم شنا فيها فيها مية واربعين كونتنر مخلفات من المكان وبدأنا نعلم الأطفال مهارات أساسية اللي هو طفل مبدع طفل صديق للبيئة الرسم والموسيقى والزراع ومن هنا تحولت المكان إلى أول مدرسة بيئية في مصر للمجتمع المدني كررت التجربة دي التجربة من خلال حضراتكم من خلال الإعلام بنوجه كل السادة المحافظين أن هي دي تكون مدرسة بيئية في كل محافظة وإحنا على استعداد كمجتمع مدني بالمدربين وعلى استعداد أن نسافر في كل مكان نقرر التجربة في كل المحافظات المصرية التجربة بدأت بمكان يتحول لمدرسة بيئية استهدفنا به أن نحن الطفل الأخضر صديق للبيئة ومن هنا انطلقنا كمجتمع مدني أن كنا من المؤسسات التي شاركت في كوب 27 وكنت كمشارك ومراقب تابع الـ UNFCC وقدرنا أن نحن نمثل الدولة المصرية بكل مشروعات البيئة وكل المشروعات التي تهدف للاستثمار في البيئة طب يعني بتعمله إيه بخلاف المدرسة البيئة يعني إزاي مثلا بتدي لشخص كتالوج أو بتديله نصايح أو بتديله معرفة أنك تزرع في البلكون أو تزرع في السطح تعمل كده الأورنس أو موضوع التعليم ده بيحصل إزاي كأنه المنهج يعني التعليم والمنهج عندنا تعليم بالورش العمل أن الطفل يدخل يزرع بإيده ويتعلم أن الزراعة حياة ويأخذ النباتة اللي زرعه ده دية للبيت يزرعه يبقى موجود في بلكونته أو في سطحه فالمناهج عندنا مناهج مش أكاديمي هو مدربين متخصصين في الزراعة وفي عدد تدوير المخلفات العضوية وفي الطاقة المتجددة وفي المناحل وفي الإنتاج الداجيني والإنتاج السمكي كل ده هو في المدرسة البيئية محطات يعدي عليها الطفل أو المتدرب يتعلم مهارات إبداعية ومهارات حقيقة يتعلمها بإيده يشتغل بإيديه فبالتالي كده يعتبر كل حاجة يتعلمها بالحس وبالحركة وبيشوف فبالتالي يقدر يكتسب معلومات ويعلم غيره من الأطفال الآخرين طيب عندكم فكرة مثلاً إنه لو لو أنتوا يعني الناس العايزة يبقى عندها عائد اقتصادي من ده أو الناس اللي عايزة تساعد وتزرع أشجار في محيطها أياً كان فين هل مثلاً حد بيجيلكوا بتزودوا بالبزور مثلاً وتعلموا تقولوا له أنت دي البزرة دي هتزرعها بطريقة الفلانية وتسئل مياه بطريقة الفلانية فبالتالي تبقى شجرة مصمرة ولو حضرتك مثلاً حابة تعملي ده عندك في البلكونة ويبقى فيها عائد اقتصادي هل بيجي ناس تسألكوا الأسئلة دي وانتوا بتوفروا لهم البزور عشان يزرعوا بالفعل استهدفنا سيدات معلات من منطقة حدايا الأوبة قدرنا ندرب حوالي 400 سيدة على زراعة الأسطح نبدأ الأول بالزراعة ليه؟ أنا بعمل زراعة مطبخي أن أنا أعمل وحدات نباتية منها نوع من الاكتفاء الذاتي من الورقيات زي الباقدونس والشبت والكزبرة والجرجير والريحان والنعناع يبقى أنا الأول عملت اكتفاء ذاتي لست البيت وبالتالي قدرت تتعلم المهارات دي عندين فلما زرعت في مطبخها زرعت بلكونتها زرعت سطحها فهي ده التمكين الاقتصادي للمشروعات الخضراء بعد ما قدرت أحاق نعمل اكتفاء الذاتي قدرنا بعد كده ندربها ونعلمها أن تبقى ست منتجة تنتج وحدات نباتية قدرنا بتجربة بسيطة لقينا أن السيدة خلال ساعة تقدر تنتج خمسين وحدة نباتية خمسين وحدة نباتية في معدل عشر جنيه الوحدة يبقى أنتجت في الساعة بخمسمائة جنيه لو ساعة خمسمائة جنيه يبقى خلال الشهر عملت لي رقم في حدود في حدود الخمساشر ألف جنيه يبقى ده تجربة حقيقية وتجربة تمت على أرض الواقع لا يعني معلش ده حصل ده حصل يا فني يعني هم كذبوا المبلغ لكن الخمساشر ألف جنيه بنقول أن هي تاخد منهم تلات تلاف جنيه تحقق نوع من الخمساشر ألف برضو مش نت يعني مش ربح صافي أكيد فيهم تكاليف كبيرة تكلفهم في تقريب ما موصلتش تلتميت جنيه تكلفة البزور والشتلات والخمات والباقي يروح فين يا مصطفى بيه يروح لأن أنا أشغل بيه عدد من الشباب أن أنا أعرض منتجات السيدات المعيلات بأن أنا عن طريق الأندية وعن طريق مراكز الشباب وعن طريق المعارض يبقى فيه حد بيسوق وحد على السوشيال ميديا وحد بيقف يبيع يبقى كل ست شغالت تلت شباب من مشروع وأصبح ده مشروع لتمكين السيدات المعيلات على أرض الواقع مش بس يعني البرنامج المعمول للدولة اللي هو فخامة سيدة رئيس الجمهورية طرح برنامج تكافل وقرامة ده برنامج رائع لكن احنا بنكمل وبنساند الدولة المصرية بالمشروعات اللي احنا بنقدمها لتمكين السيدات طب يعني موضوع المورينجا ايه قصته؟ قصته قصة كبيرة قوي ان لنا علم رحمة الله عليه اسمه الدكتور ابو الفتوح محمد في المركز القومي البحوث اتعلمت منه علم فواجب علينا نعلمه للناس العلم ده ان احنا عندنا شجرة مصرية موجودة في جبل تور سيناء شجرة من تلات تلاف سنة قبل الميلاد هي بيسموها شجرة الحياة وبيسموها بلغات ان هي لايف تري او ميريكال تري ايه الشجرة المعجزة دي شجرة موجودة من الاف السنين بناخد منها الزيت بتاعه من الزيوت السبع المقدسة لسر من اسرار التحنيط الورق بتاع المورينجا من الاوراق اللي ممكن اعمل منه شاي بدل ما احنا بنستورد كميات كبيرة من الشاي والنسقفية والكابتشين والحاجات للمشروبات اللي لها يمكن اضرار اكتر من لها فوائد مش يمكن ولا فعلا ويبقى كده حققنا نوع من ان احنا افلنا استيراد كميات كبيرة من اللي احنا بنستورد وصفرنا عبدالصعابة وكمان ان في الورق المورينجا فيها 46 مضدات اكسادة 36 مضدات التهابات 18 حمدة اميني 15 فيتامين وملح ام جسري وسكس اللي موجود في حوالي شواء المقصرات فده غني جدا بالفيتامينات والاملاح والمعادن ان انا مجرد ان انا اشرب مشروب من ورق المورينجا ورق المورينجا ممكن يتعمل بودر ويبقى على بعض المغبوزات والاكلات الشعبية اللي بتتقدم للاطفال عشان ارفع الجهاز المناعي المورينجا عموما بتعالج حوالي 300 مرض بتضبط لسكر ضغط انيميا سمنة مهمة جدا لعلاج رفع الجهاز المناعي مهمة جدا للسمنة المفروطة تخسس لي 4 كيلو جرام في الشاه لو انا تعملت مع النبات ده شجرة بيتغنى بها العالم شجرة بتاخدها مننا المانيا بالتحديد بتاخد ورقها وتبعاته لنا على هيئة كابسولات وعلاج احنا يعني نقدر نعمل ده ونصنع ده في مصر مش بس نزرع نصنع ويكفي ان انتاجنا المحلي للسود طب حريك بتقول نيه موجودة في في طور في السيناء صح؟ هل بنزرعها هنا بقى في القاهرة دور دور مؤسس تزرع شجرة ان احنا تبنينا فكرة زراعة اشجار المورنجا زرعناها في مستشفى 57 في المتحف المصري عشان نقول ان الشجرة المصرية رجعت لمصر ورجعت بنعلمها الاطفال اللي بيزوروا المتحف كويس زرعناها في الاكاديمية البحرية بالاسكندرية زرعناها في كل مدارس سهاج لقصر الفيوم مع الاشجار المسمرة طبعا مش شجرة مورنجا فقط هل بتوفروا بزور ان انا لو عايزة ازرع المورنجا عندي في البالكونة او الروف هل اقدر اخد منكم في المدرسة البزور وتعلموني ازاي زرعها بنعلم مجانا وبندي بزور ونوزحها الكل اللي بيترددوا ويزورونا على المكان ونقدر كمان نوعي باستخداماتها ازاي وقدين هي حاجة عندنا كنز من كنوز الطبيعة في مصر يجب استثمار طب انت في مؤسسة ازرع شجرة قلت برضو ان التوت من اهم الاشجار اللي ممكن تتزرع في شوارعنا وماش بس يبقى لها منظر جمالي ده يبقى لها كمان عائد اقتصادي انا من جيل السبعينات اللي خرقت لقيت شجر التوت في الشوارع المصرية وخاصة في الريف المصر صحيح ولقيت شجر الجميز موجود حصل ولقيت نخيل الدوم ايه تفين الاشجار دي دي اشجار لا هوية مصرية والهوية المصرية في الشجرة المصرية احنا دلوقتي حصل غز وبيئي بشجرة عديمة الجدوى اسمها شجرة الفيكس الفيكس ايه فبندعو كل المسؤولين ايه ورق بس مالهاش عايزين نبطل ان احنا نزرع فيك ده مش حضرتك بس ده ورق ده ورق بلاستيك ورق كنه نوع من ما بيمتصص سانيكسي الكربون ما بيدينيش كسيجين بالكم الكافي شجرة منفرة للطيور واللي بيسكن على الشجر ومش مصرية ومش دخل دخل على بيئتنا يعني وبتعمل خلخالة للأساسات تسدلس شبكات الصرف الصحي تاخد لي مياه المخزون الجوفي من التربة فاحنا بنزرع بدلها أشجار التوت التوت دخل في مصر ثلاث أشجار توت غير التوت المصري الأبيض اللي احنا نعرفه فيه توت هندي وتوت عماني فليه التوت الهندي والعماني لأنه أولا استدامة الورق يعني ورق أخضر طول السنة حجم الورق بحوالي خمس ورقات عادية فبالربي على ورق التوت دودة الأز لكي ننتج الحرير بفكر حضرات السادة المشاهدين أننا كنا بنكس الكعبة بالحرير المصري اللي موجود في خمين فين الحرير ما بقاش فيه حرير علشان ما فيش أشجار توت فبالتالي انقرضت الصناعات احنا بنجدد أن الطفل لما يجي يشوف الدودة الأز بتاكل ورق التوت وبتنتج للحرير وكمان ثمار التوت اللي هي فيها صبغات عالية جدا ففيها مضدات أكسادة فنقدر نعمل مربة من التوت ونعمل عصير من التوت ونقدر نصنع حرير من أشجار توت أنا عن نفسي يعني هلتزم بمبادرة ازرع شجرة وهبتدي عندي وهزرع في البلكونة والروف يعني لو تديني بزرة مورينجا كمان هزرعها عندي تحت البيت لو معنا ولو توت هزرعها تحت البيت ولو توت هزرعها تحت البيت بس المورينجا بيقولك حلوة شباب بقوا كده وهجبت يعني من الحاجات اللطيفة قوي قوي اللي ممكن تحصل والحاجات في حقيقة احنا محتاجينها يعني صح وخلاص ما بقاش فيه وقت ان احنا نقول عليها رفاهية أبدا ان احنا نزرع او ان احنا نتعلم حاجة زي دي دي من الحاجات الهمة جدا ومن الحاجات اللي لازم نعلمها لأطفالنا ونتعلمها احنا كمان ما جبرناش على ده الانبعثات الكربونية موجودة في الجو بشكل كبير جدا وبتزيد يوم بعد يوم وكل سالة بتشوف حرائق الغابات في العالم كله والرئتين الأرض زي ما بيقولوا تضرروا بشكل كبير فدورنا ان احنا النهاردة نوفر مناخ يعني سليم لأولادنا في المستقبل بان احنا نلتزم بهذه المبادرات الهمة جدا دور حضرتك كبير وهام ولازم تتوسعه في ده واحنا كأعلامها بنسلط الدوق دايما على مثل هذه المبادرات نشكرك أستاذ نبيل المحروس رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة إزرع شجر على وجودك معنا وعلى المجهود الكبير كل الشكر والتقدير لحضراتكم ودائما تحية مصر بقيادتها وجيشها وشعبها العظيم والمخلصين عم سلام شكرا لك أستاذ نبيل شكرا لأحمدك